أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أكد أن منتسب قوة دفاع البحرين محل التقدير والفخر الدائم لما يحملونه باقتدار من أمانة المسؤولية في ميادين الشرف والفداء ما كان له الإسهام البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة إضافة على دورهم الرئيس الذي يبدلونه على الوجه الأمثل في حماية أمن الوطن ومصالحه العليا وهو دور جلي يصب في تعزيز دعائم المسيرة التنموية الشاملة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين حيث كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين وسعدت الفريق الركن عبدالله بن حسن نعيمي وزير شؤون الدفاع وسعدت الفريق الركن ذياب بن صغر نعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط ونوه سموه خلال الزيارة بما يبذله كافة منتسبي قوة دفاع البحرين من جهود وطنية بارزة تسطر بل تسطر في سجل التاريخ نموذجا مشرفا يعكس أروع معاني العطاء والتضحية والشجاعة والإقدام إعلاء لراية الحق داخل الوطن وخارجه مشيرا إلى أن التضحيات الغالية والنفيسة لشهداء البحرين من رجال قوة دفاع البحرين في مختلف ميادين ستبقى خالدة في ذاكرة الجميع على مر الزمن مؤكدا أن ما يتسم به أبناء الوطن من منتسبي قوة دفاع البحرين ضمن فريق البحرين من عزيمة وثابة وروح متجددة على طريق الحق نبراس لشحذ الهمم عاليا في سبيل الوطن لتبقى البحرين دائما وأبدا عالية الشأن محفوظة في قلوب الجميع وخلال الزيارة قدم لسموه إجاز حول الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية التي تسهم في رفع كفاءة وفعالية الجاهزية القتالية لقوة دفاع البحرين ماري بن سموه عن شكره وتقديره لمنتسب قوة دفاع البحرين على إخلاصهم وتضحياتهم في أداء واجباتهم التي سطروا من خلالها أروع ملاحم العطاء والفداء والتلاحم بروح وطنية مسؤولة هدفها الحفاظ على المكتسبات الحضارية لمملكة البحرين وحفظ سيادتها وتحقيق دوام عزتها ورفعتها ترجمة نانسي قنقر